اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار الراي تصحبكم خلالها سمير عبدالله والبداية دوما بابرز العنوان تفجير قرية كرانة البحرينية محل الاستنكار والادانة الكويتية الغانم يشارك في المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات لجنة للتحقيق بملابسات وفاة مواطن كويتي باحد المستشفيات غارات عنيفة تستهدف الحوثيين وانتهاكات بحط الصحفيين انحيار هدنة الزبداني والاسد يواصل قصف الريف الدمشقي اليوم استلمت كتاب من الرعاية السكنية موجه لوزارة الكهرباء والماء شلون انت تعطيني دخول كهرباء وللأسف ماي مافي من جابر الأحمد صرخت استغاثة لأصحاب البيوت الحكومية تأتي زيارة الهيئة العامة البيئة ورجال الشرطة البيئية وبلدية الكويت إلى جزيرة أم المرادم لتوعية الرواد نبن نكون ايد واحدة أصلا نحافظ على الجزيرة وفي النشرة جولة ميدانية بيئية شرطية برقية من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة أعرب فيها عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي وقع بقرية كرانة شمال العاصمة المنامة والذي أسفر عن قتل رجل أمن وإصابة آخرين وأكد الأمير تضامن دولة الكويت مع مملكة البحرين ووقوفها إلى جانبها وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها سئلا المولى أن يتغمد فقيد هذا العمل الإجرامي الشنيع فسيح جناته وأن يمنى على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الشقيق من كل مكروه كما بعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية مماثلة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم دان حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية كرانا شمال العاصمة البحرينية المنامة حيث أكد الغانم الوقوف والتضامن الكامل مع مملكة البحرين ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها كما اعتبر أن مثل تلك العمليات الإرهابية تؤكد مرة أخرى أهمية تضافر وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل مكافحة أفة الإرهاب بدوره وخلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان الخليفة أعرب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدين للتفجير وأكد المبارك تضامن دولة الكويت مع مملكة البحرين ووقوفها إلى جانبها وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها كذلك دانت وزارتها الخارجية والداخلية في الكويت العمل الإرهابي في البحرين يأث رأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وفد الكويت في المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات الذي يعقد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك بعد غد ويستمر حتى الثاني من شهر سبتمبر المقبل وقالت إدارة الإعلام في الأمانة العامة لمجلس الأمة إن المؤتمر الذي يشارك فيه 150 رئيس برلمان من مختلف دول العالم يناقش التحديات العالمية للسلم والديمقراطية والآلية الناجحة في تحقيق التنمية من خلال البرلمانات وذكرت أن الغانم سيلقي كلمة دولة الكويت أمام المؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات مشيرة إلى أنه سيعقد أيضا على هامش المؤتمر العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه في دول العالم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وافق على ترأس اللجة العليا للاحتفال بالكويت عاصبة الثقافة الإسلامية لعام 2016 والتي تشمل في عضويتها عددا من الوزراء ذات العلاقة ببرنامج الاحتفالية وثمن وزير الأعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود موافقة رئيس مجلس الوزراء على ترأسه اللجنة العليا لاحتفالية الكويت معتبرا أن ذلك يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالعمل الثقافي وإبراز دور الكويت في تنمية الثقافية الإنسانية ودورها المحوري في نشر قيم الثقافة العربية والإسلامية في الشأن الصحي أمر الوزير علي العبيدي بتشكيل لجنة تحقيق فنية محايدة للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن السعود لجوعد العازمي وكل مراحل علاجه مؤكدا حرص وزارة الصحة على صحة المواطنين والمقيمين وقال العبيدي أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ثبت وجود خطأ طبي في وفاة المواطن العازمي الذي كان يعالج في أحد مستشفيات الوزارة ومات قبل أيام وأكد حرص الوزارة على عدم التهاون فيما يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين وعن أي خطأ يقع في أي إجراء صحي يتلقونه من خلال مرافق الوزارة في اليمن شنت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح حيث استهدفت الغارات الليلية شارع الخمسين وبيت زبطان ومعسكر جبل النهدين بمنطقة دار الرئاسة في صنعاء كما استهدفت غارات أخرى معاقل الحوثيين في إب وحجة وقتلت عددا من قيادات ميليشيات الإنقلابيين العسكرية من أجهة أخرى حملت منظمة مراسلون بلا حدود ميليشيات الحوثي مسؤولية الانتهاكات بحق الصحفيين وذلك في تقرير أشارت فيه إلى أن أحد عشر صحفيا محتجزون لدى المتمردين الحوثيين وقف إطلاق النار في مدينة الزبداني السورية وقرية ساي الفوعة وكفرية انهار بعد تجدد القصف وتأخر بدء المرحلة الأولى من الهدنة المعلنة بشأن إخلاء الجرحى من الطرفين عبر الصليب الأحمر بسبب تعنت النظام ورفض الإفراج عن بعض المعتقلات في سجونه وفق بنود الاتفاق وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه كان من المفترض أن تبدأ الأطراف بإجلاء الجرحى لكن بعض التعقيدات حالت دون ذلك هذا وتواصل قوات النظام مدعومة بميليشيات حزب الله اللبناني حملتها الدموية مستهدفة الريف الدمشقي مما أدى إلى تفاقم المعاناة والأزمة الإنسانية بسبب انعدام المواد الطبية والإغاثية الاتحاد الكويتي لصياد الأسماك قال أنه لا يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الأسماك والربيان المحلية الطازجة الكويتية واتهم بعض تجار الأسماك بالتكسب السريع على حساب المستهلكين محملا إياهم سبب ارتفاع الأسعار كذلك استغرب الاتحاد من مطالبة بعض التجار إلغاء شهادة الصلاحية للاستهلاك الآدمي والاكتفاء فقط بشهادة المنشأ مضيفا أن بعض التجار الجشعين خفضوا شحناتهم لوضع الحرج على الاتحاد ووزارة التجارة كما أكد أن المطلوب لحل أزمة ارتفاع الأسعار هو تطوير منظومة قطاع الصيد من خلال توفير مزارع للأسماك والربيان ودعم الصيادين على أكثر من محور تدور مشاكل أهالي منطقة جابر الأحمد الذين يعانون جراء سوء أعمال التشطيبات والصيانة وغياب الأمن فضلا عن انقطاع بدل الإيجار وعدم وصول المياه التفاصيل في تقرير لمحمد لحياري اليوم استلمت كتاب من الرعاية السكنية موجه لوزارة الكهرباء والماء شلون أنت تعطيني دخول كهرباء وللأسف ماء ما فيه يعني أنت ماء ما فيه اليوم أنا صراحة ما راح أسكن إذا ما فيه ماء أنا ما راح أسكن وصلت تيار الكهربائي وغابت المياه عن القطعة أنتو في منطقة جابر الأحمد وصول غابت معه كثيرا من التركيبات الصحية ومنافذ المنازل فالفرحة باستلام البيوت لم تكتمل مع سوء أعمال التشطيبات والصيانة نهيك عن وقف الإيجار وبدء سريان مدة الكفالة التي تتناقص يوميا بالرغم من أن البيوت ما زالت خاوية ما يصير أنك أنت تقطع بدل الإيجار لأن أنا حاليا ما سكنت في البيت وأنت تعلم أني عندك مشكلة وعندك أزمة عمال في المنطقة لدي إعاقة في البصر وأخذت بيت جاهز على أساس يعني يكون جاهز وما أتعب بس اكتشفت أنه في من التسليم من شهر أربعة نواقص وايد فيه وبلغتهم وكذلك فيه ملاحظات وفيه مشاكل بلغتهم ومن شهر أربعة للحين يعني ما سووا شيء بات واضحا أمام المواطنين الروتين الحكومي وبطء الإجراءات التنسيقية بين الجهات الحكومية في تأمين العمالة اللازمة للمقاولين ناهيك عن غياب الأمن والسرقات التي تتعرض لها منازل المنطقة الإسكان مقدرة تنسق مع الشؤون علشان توفر العمالة الكافية للمنطقة أنا شن ذنبي كمواطن أنا شن ذنبي كمواطن وبالتالي أنا قاعد يصير عليه تراكمات من تأخيرات من أجارات قاعد أدفعها في نسخة من المفاتيح عند العمال فأنت شون قاعد تسلمني شي ناقص وطالبين بحمايته محتاجين دوريات في المنطقة وتوفيح حماية بالمنطقة على الضفة الأخرى من منطقة جابر الأحمد يعاني أهالي القطعة الأولى من تعدي بعض السكان على الممشى المخصص للمشي طبعا صارت في حالتين دهس عندنا هنا بس الحمد لله ما صار فيها إصابات قوية خاصة بالليل نشوف الأهالية بشون لغاية بيوت معينة ينزل بالشارع ويكمل غير تقحص بالليل وما بين الرعاية السكنية والمقاولين تاهت أحلام ساكني منطقة جابر الأحمد السكنية مع تأخر الحلم بتسلم بيت العمر وسط مناشذات للمختصين لإنقاذهم محمد الحياري الرأي في نشاط بيئي توعوي نظمت الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع رجال الشرطة البيئية وبلدية الكويت حملة ميدانية لتنظيف جزيرة أم المرادم في محاولة لتوعية مرتاد الجزر بهمية المحافظة على البيئة الكويتية بشكل عام والبحرية بشكل خاص كما تسعى هذه الحملة إلى ترسيخ مفهوم التعاون لحماية بيئة الكويت من مخاطر التلوث تأتي زيارة الهيئة العامة للبيئة ورجال الشرطة البيئية وبلدية الكويت إلى جزيرة أم المرادم لتوعية الرواد ومرتدي هذه الجزر بأهمية المحافظة على النظافة العامة نظرا لصدوق قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لسنة 2014 ولذلك دائما تسعى الهيئة العامة للبيئة مع حلفائها وشركائها الاستراتيجيين بتعزيز هذا التواصل المجتمعي ما بين الهيئة كمؤسسة حكومية وبقية مؤسسات وهيئات الدولة نسعى إلى ترسيخ هذه المفاهيم من خلال التوعية وزيادة الحملات التوعوية وزيارة الأماكن التي يرتادها المواطنين والمقيمين حتى نوعي أكبر قدر ممكن من مرتدي هذه الجزر نبن نكون أيد واحدة أصلا نحافظ على الجزيرة بنظافتها بأحياءها بمرجانها نبي شوي تعاون وياكم بالنسبة لي أغراضكم الشخصية خلصتوا ما عليكم أمر بشيس صغير حط أغراضك هذه الحويات ما شاء الله وايدة على الجزيرة القانون هو اللي قرر أن كل واحد يختار المكان يكون مسؤول عن نظافته فقط لا غير ويزاكم الله ألف خير وستمتعوا إن شاء الله بمكانكم كل يوم مو بس اليوم تسانسون فكل واحد ينظف مكانه أحسن لنا وأحسن لكم إذ واحدة ما تصفق الكويت قدمت تبرعا قدره مئة ألف دولار لمؤسسة زومة لرعاية وتنمية القدرات التعليمية للأطفال الأيثم والفقراء في بلدية أتيزابان دي ساركوزا بولاية المكسيك وذكرت السفارة الكويتية لدى المكسيك أن تقديم التبرع تم خلال اجتماع عقدة بين حاكم ولاية المكسيك الدكتور روفييل أفييلة والسفير سميح جوهر حيات في قصر الحكم بعاصمة الولاية وأعرب الحاكم أفييلة عن خالص الشكر الجزيل والتقدير البالغ لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني على التبرع السخي مشيدا بدوره السباق في المجال الإنساني خام الكويت ينتعش مجددا تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية سعر برميل النفط الكويتي ارتفع دولارين وسبعة وثلاثين سنة في تداولات أمس ليبلغ أربعة وأربعين دولارا وثمانية وثلاثين سنة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية ارتفعت عقود النفط الأمريكي أكثر من 6% مسجلة أول أسبوع من المكاسب في شهرين مع استمرار موجة مشتريات قوية في أسواق الخام ومستمد دعما إضافيا من ارتفاع حاد لأسعار البنزين شركة الأولى للوساطة المالية قالت أن هناك حالة ارتياحا وسط المستثمرين اتجاه أداء سوق الكويت لأوراق المالية رغم الهبوط وتسجيل الخسائر المتتالية وأضفت في تقريرها أن المؤشرات استهلت تعاملات الأحد الماضي على انخفاض ضمن موجة تراجعات قياسية ضربت الأسواق الخليجية والعربية حيث خسرت القيمة السوقية 600 مليون دينار كويتي ولفتت إلى أن السوق سجلت خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعات متوالية استكمالا للتراجع الذي شهده على مدار خمس جلسات في الأسبوع الذي سبقه وزير الإشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار أكد نجاح جناح الكويت الكبير في إكسبو ميلانو 2015 في إثبات حضور ومكانة الكويت الحضارية والإنسانية في العالم وشدد الوزير بمناسبة زيارته إلى الجناح على أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي وصفا إكسبو ميلانو بأنه الأكبر والأكثر جاذبية في تاريخ معارض الإكسبو الدورية أزرق الكاراتي جاهزون للأسيوية التفاصيل في الصفحة الرياضية ولكن بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم بالأخبار الرياضية تتوجه يوم غد الأحد بعثة المنتخب الكويتي للكاراتي إلى مدينة يوكوهاما اليابانية للمشاركة في البطولة الأسيوية للعبة التي تنطلق من الثالث وحتى العاشر من سبتمبر المقبل ويمثل المنتخب الكويتي في البطولة عشرة لعبين في مسابقتين الكاتا والكوميتي تحضيرات الفريق لهذا المحفل القاري مع الزميل أحمد العنزي متابعة حثيثة من مرجس إدارة الاتحاد الكويتي للكاراتي للتدريبات اليومية للمنتخب الكويتي لفئة العمومي والذي تنتظره مشاركة قارية في البطولة الأسيوية التي ستحتضنها اليابان في سبتمبر المقبل نحن الكاراتي الكويت لا أسهم في آسيا ولنا في كل بطولة لنا مشاركة إيجابية نتوقع إن شاء الله أن في الشباب يندوم عزيمة أن في تحقيق نتيجة إيجابية وإن شاء الله سيكون لهم نصيب إن شاء الله في حصولهم على مراكز متقدمة في البطولة إن شاء الله عشرة لاعبين سيدافعون عن عالم الكويت في المحفل القاري الذي يحظى بمشاركة أبطال العالم في اللعبة في مسابقته الكاتو والكوميتي بطولة آسيا عادة يصبح في تنافس قوي قوي لأن فيها أبطال العالم مثل اليابان فيها أبطال من ماليزيا من جيتنام من إيران أبطال من يبنى طائفة على مستوى العالم فأحنا الحمد لله نعتبر الرقم الآن الموجودين في آسيا نحن رح ننعب إن شاء الله فردي اللي هو سيد محمد موسوي إن شاء الله الفريق الجماعي اللي هو حمد أحمد والتوأم اللي هو سيد محمد وسيد سلماء هذا رح يمثل فريق الجماعي إن شاء الله أنا أطمح بالذهب إن شاء الله ولكن الفريق منتاز وأداء مميز وحق بطولات عالمية إن شاء الله نبعدكم خير جدية وانضباط وروح معنوية عالية في تحضيرات الفريق على يد مدربين وطنيين يحدهم الأمل في مقارعة أبطال القارة واعتلاء منصات التتويج والظفر في ميداليات البطولة الحمد للغلبية عندهم نتائج من قبل على آسيا مهما كان الجاهزية سواء قوية أو رعيفة لسي الحمد للغلبية جاهزيتنا لا بأس فيها كجاهزية لسبب الظروف فالحمد للغلبية الجاهزية ما عليهم إن شاء الله في المتائج بإذن الله صراحة لدليل ما قصروا مدربين خصوصاً كان لهم دور كبير في تدريبنا وإحنا الحمد للغلبية زهرنا مع أسكر من قبل شهر أو شهرائب وإن شاء الله نتائجنا تكون كالعابة بطولات أن نحقق إنجازات حلوة وتاريخية صراحة اتحاد الكاراتي برأس الشيخ خالد العبدالله يعتبر من الاتحادات المنجزة ودائماً ما تكون له بصمة إيجابية في المشاركات الخارجية أحمد العنزي الراي ونبقى في الاتحاد الكويتي للكاراتي حيث كشف أمين السر العام في الاتحاد عماد بهبهاني عن تار الشحهي لعضوية الاتحاد للأسيا وللعبة والتي ستجرى في الثاني من سبتمبر المقبل وتمنى بهبهاني أن يحلفه الحظة والنجاح في هذه الانتخابات في جمعية عمومية راح يكون فيه يوم أثنين تسعة وكذلك الانتخابات راح تكون إن شاء الله في نفس اليوم هذا بالنسبة إلى ترشيحنا احنا يعني لله الحمد يعني إن كان هذه فرصة يعني أنا أشكر سعادة الشيخ خالد العبدالله وكذلك أخواني أعضاء مجلس دارة على ترشيحهم لعضوية مجلس دارة الاتحاد للأسيوي وكذلك هم بعد يعني أشكر هم بعد يعني جميع الاتحادات الصديقة والشقيقة هم بعد على يعني دعمها لي بس إن شاء الله هذه الانتخابات يعني إن شاء الله نشوف لنا نصيب إن شاء الله فيها وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع توتر أت أرى الميديا جروب وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشرتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الريتيوب شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة